في أزم الطاقة كبيرة في أوروبا أعتقد عدد كبير مننا عارف الموضوع ده السبب في إيه؟ أن الحرب الروسية الأوكرانية وروسيا هي المورد الرئيسي وليس الوحيد طبعا للغاز لأوروبا مع البرودة الشديدة بقى في الجو والطاقس أوروبا عندها مجاعة لدرجة أنها قالت لبعدد من المصانع مش هنيقدر نوفر لكم الطاقة والغاز على الهامش هتعرف أن بلدنا صدرت العام الماضي قرابة غاز يعمل 18.5 مليار دولار التصريح جاء على لسان الدكتور طارق الملة أو مهندس طارق الملة وزير البترول لشبكة سكاي نيوز عربية وبيقول أن مصر هي الحل الجاهز لتوفير الطاقة لأوروبا وأيضا بيشير إلى أن مصر حريصة أن العام الحالي تحافظ على هذا المستوى من الصدرات طبعا ده بيجيب لك عملة صعبة لكن أيضا مصر عاملة حاجتي عاملة مصنع بيترو كيمويات من المصانع الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط لمحاولة عمل قيمة مضافة للغاز بدل ما تصدروا خام لا نجري عليه عمليات تصنيع لكن الأهم مصر النهاردة عندها طاقة كبيرة جدا عندها قدرة على إنتاج كهرباء أكتر من احتياجات السوق المحلي الضعف يعني لو كنا بنستهلك 27 ألف ميجاواط مصر تقدر تنتج 58 ألف ميجاواط عندنا شبكات طاقة كهربائية تنتج ده والعالم عنده مجاعد طاقة مصر أيضا عندها قدرة على توفير الغاز لأي مستثمر هنا تأتي فرصة مصر أنها تروج بشكل جيد لمشروعات الطاقة عندها بمعنى أن احنا نقول للمصنعين في أوروبا للمصنعين في أي دولة في العالم بتعاني من أزم الطاقة مصر عندها طاقة تستطيع أنها توفر لك الأرض الصناعية والغاز والكهرباء طبعا للمستثمر في العالم مش جاي لك عشان غاز وكهرباء بس أكيد عايز سبات استقرار سعر صرف أكيد عايز استقرار في أسعار الضريبة ودي أمور بتشتغل عليها الحكومة بس أنا شايف أن احنا أمامنا كدولة مصرية فرصة ذهبية لجذب مزيد من المصنعين في العالم للاستثبار في مصر واحد من أكبر مصانع السيارات في ألمانيا لما الحكومة الألمانية قالت له مش هنقدر نوفر لك احتياجاتك من الطاقة اللي هي الغاز راح للمغرب وراح لرواندا إحدى الدول الأفريقية مع كامل الاحترام لتلك الدول احنا من حقنا في السوق العالمي أن يكون لدينا حصة من وجود هؤلاء المستثورين الأجانب عند أرضنا خاصة أن احنا أنفقنا مبالغ طائلة بالعملة الصعبة لتوفير هذه الاحتياجاته للطاقة شبكات سيمينز دي وشركة سيمينز الألمانية لما جات وأنشأت لنا أنشأت لنا محطات كهربائية بأرقام كبيرة احنا قادرين النهاردة أن نوفر هذه الطاقة اعتقد فرصة من الفرص اللي مفروض الحكومة تعمل على تسوئة للخارج ترجمة نانسي قنقر